اهلا بكم معينا في حلقة جديدة من اميرة في المطبخ على سي بي سي سوفر معكم على الهوى ان شاء الله من اربعة لخمسة مستنية كل تريفوناتكم على اثنين ثلاث ستات الاسم ازز على تسعة اثنين واحد سبعة ثلاثة النهاردة وصفات ان شاء الله شتوي كده زريفة جدا وان شاء الله تعجبكم هنعمل تاجن الارنبيت وانا هستخدم فيه شوية لحمة صغيرين جدا اذا ما عندناش لحمة ما نستخدمش خالص لحمة وهيطلع حلو جدا برضو هنعمل معاه بطاطس بالتربية اللي هي البطاطس اللي بالعجينة كده ومحمرة وهنعمل مع بعض تيراميسو ثلاثة وصفات ان شاء الله بإذن الله يعجبوكم وأول حاجة هبدأ بها هي الارنبيت الارنبيت في ناس كتير مش بتحبوه في الوصفة دي هتحبوه لانه طعمه هيبقى حلو جدا ان شاء الله أهم حاجة بجيبها بقطعها وردات صغيرة كده اهو أصغر حاجة ممكنة كل ما الارنبيت هيتقطع صغير قبل السلء كل ما هيتطلع طعمه أحلى بحطه في مية فيها ملح وفيها كمون عشان أصحب منه كل الغازات اللي فيه والمية اللي أنا بس لق فيها دي برميها عشان كل الغازات اللي تلعت نتخلص منها اللي بيشتكي من الريحة اللي مش قدي كده فيه سلء الارنبيت أو الكروم بنحط يا إما لقم تعيش فينه يا إما معلقة لبن بودرة مش هيأثر على الطعم خالص لكن بيأثر على الريحة انها تبقى فواحة قوي في البيت والكمون أساسي زي ما اتفقنا عشان الغازات وطبعا رشة الملح عشان الطعم بعد كده ممكن بقى بعد ما أصفيه أشيله كده في الفريزر مسلوق زي ما هو كده وطلعه عند الاستخدام ده لو حد عايز يخزن الارنبيت أما إذا حنستخدمه على طول فتمام بقية المقادير بقى عندي شوية لحمة مفرومة صغيرين أوي ربع كيلو أو شوية عصاج بقيين من أي وصفة ممكن نستخدم العصاجة على طول أنا دلوقتي هعصاج عندنا احنا شوية عصاج بقيين أوكي عندنا شوية لحمة مفرومة بقيين أوكي ما عندناش هنعمل كل الخطوات زي ما هي معادة خطوة اللحمة بس ملح وفلفل بصل مفروم عصير طماطم طماطم مبشورة من غير القشر بتاعها سكر صلصة طماطم أو معجون طماطم وزبدة وبقدونس مفروم وتوم مفروم تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه اول حاجة ناخد معلقة هنا كده وناخد الاسباتيلا وناخد هنا معلقة زبدة بصل مفروم طم مفروم ملح وفلفل وللاحتياط رشة كمون للاحتياط عشان ما يبقاش عندي اي مشاكل من انتفاخات القرنبيط رشة يعني ربع معلقة كده يبقى حطينا زبدة حطينا ملح وفلفل وكمون حطينا بصل مفروم ثوم مفروم يدوبك كده بدأوا يتبالوا يتشوحوا كويس انزل باللحمة المفروم انا مش هحتاج اللحمة دي كلها هحتاج نصها بس واحنا بنقلب اللحمة دايما بنقلب قولنا بالطرف بتاع الاسباتيلا او المعلقة كده بنكسر مش بنضغط كده عشان ما نزلش العصارة اللي في اللحمة وتنشف النار عالية جدا عشان اللحمة تستوي من غير ما تنزل ميتها كده انا عندي عصاج جاهز للاستخدام لاي حاجة ايا كانت لو مش هستخدم لحمة يبقى همشي بنفس الخطوات هشيل بس خطوة اللحمة وهكمل بقية الخطوات كلها زي ما هي لو بقى العصاج اصلا جاهز عندي متبقي من وصفة تانية يبقى هحطه هنا اسخنه وبرده اكمل بقية الايه الخطوات اهو اه بدأ يخش اللحمة في السواء اهي يا سيف سيف اهوة 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 مارك لسانتي طيابة ده سوفيان ابني حبيبي وانت طيب يا سوفي مرسيه حبيبي اهوة انت طيابة شكرا يا سوفي I love you مرسيه حبيبي ربنا يخليك اهوة دخلت في السواء ننزل بقى الطماطم المبشورة سلسة الطماطم او معجون الطماطم رشة سكر قبل ما ننسى نقلب دول الاول فبعد وبعدين هنزل عصير الطماطم وده برضو كده طريقة العصاج اللي بلاقيه اللي بالسلسة اهوة تمام قوي كده ننزل بقى بالعصير بسم الله الرحمن الرحيم خلوا بالكو انا مش متكية على السواء قوي للعصاج ليه لان انا عندي لسه في مرحلة للتسوية جاية سواء في الفرن او على النار برضو فيعني انا مش قلقانة من تسوية العصاج للاخر للاخر عشان لسه عندي الوقت اللي هنزل فيه الارنبيت وكمل تسوية سواء على النار او في الفرن نقلب يا مادام يسر صباح الفل صباح الاشتاء النهاردة يوم جميل جميل ربنا يخليك يا مادام يسر وانتي طيبة يا حبيبة قلبي وانتي طيبة ربنا يخليك يا رب انا مش عارفة اشكرك ازاي انا اتفاجئت دلوقتي مش عارفة اشكرك ازاي اشكرك اشكرك تسلم ايديكي قد ترخيرك قبل ميت سنة حبيبتي متشكري جدا يا مادام يسر مش عارفة اقولك ايه بجد والله قد ترخيرك يعني على طول مكلفاكي وتعباكي تسلميني يا روح قلبي ده اه 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 انا لسه سعيدك يا ربنا يخليكي كفاية اه شعور حضرتك وتليفونك بشكرك جدا جدا يا حبيبتي كل سنة وانتي طيبة والف االف يا رب كده سلام سعادة وهنا اللهم امين انا وانتو يا رب متشكري جدا جدا يا مادام يسر حقيقي مش عارفة اشكرك ازاي تسلم ايديكي قطر الف خيرك ربنا يخليكي يا رب يعني بتحرجوني والله بزوقكو اشكرك جدا يا مادام يسر حقيقي جميلة جميلة وشيك و وفظيعة فظيعة في عالم احنا نعمل باعكم بايتين دلوقتي اه شاي ونقضيها طرطة بسيك جدا يا مادام يسر تسلم ايديكي مش عارفة هي جد كده با حزوز اهو شكرك جدا يا مادام يسر حقيقي تسلم ايدك يا رب كتر خيرك بالصراحة والله الواحد تأثر لا لا مش الدرجاتي هحط البقدونس شوية البقدونس اهم مفرومين واقلب طيب بقيت التسوية بقى على نار هادي على النار اوكي هحط فتاجن ودخل الفرن اوكي اللي ريحكم انا هحط فتاجن ودخل الفرن لكن مش اساسي يعني ممكن على النار برضو هيبقى حلو جدا لا مش عايز ابقى دل التورتايل اه عشان ما تتبه دلش اشهو ننزل بقى هنا كده وعلى الفرن على طول هتعد قد ايه بقى في الفرن هتعد تقريبا نص ساعة فرن متوسط الحرارة والرف اللي في النص وتاخد لها وقت تقريبا نص ساعة قبل ما تستوي لان احنا سلقين اصلا الارنبيت واللحمة اصلا مع الساجنها فما فيش حاجة يعني هتاخد سوى اوي هديها الاول من تحت خالص عشان تاخد سخونيتها الاول كويس ويفضل ان التاجن كمان يكون متسخن في الفرن قبلها وبعدين هرفعها على الرف اللي في المص يبقى كده عملنا مع بعض الايه الارنبيت حاضر تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع نعمل مع بعض البطاطس استنونا اهلا بكم بعض الفاصل هنعمل دلوقتي البطاطس اللي بالتربية او البطاطس اللي هي بالعجينة كده من فوق هنستخدم فيها بطاطس انا جبتها وقتعطان شرايح متوسطة وبعدين سلقتها او بقشرها وحتسلقوها وبعدين تقشروها وتقطعوها اللي رايحكو بس دي نص سلق يعني مسكة نفسها لسه اهم حاجة السمكو كله يكون واحد ادي بطاطس مسلوقة وبعدين عندي بقدونس مفروم او شبت او كسبرة او اي نوع خضرة انتو بتحبوه وعندي اه دقيق بيد لبن او مية يعني هتمشي في الحالتين مفيش مشكلة وملح وفلفل وكمون وزيت للقلي هعمل ايه؟ هاجيب بس نتأكد ان الوضع تحت السيطرة هحط كمون ملح فلفل اللي بيحب الشطة يحط شطة هحط البيض هحط البيض وبعدين هحط الدقيق بس بعد مضرب دول اهو كده نديهم نقطة لبن تساعد بس البيض ان هو يفك يعني دول معلقتين لبن تقريبا ننزل البقدونس ننزل الطوم المفروم او طوم بودرة لو عندوك طوم بودرة وبعدين بتزي انزل الدقيق واحدة واحدة مع التقليد عايزها قوام يغلف البطاطس لا ينزل من عليها ولا يبقى عجينة قوي ميلزقش عليها يعني قوام مطوط اهو اللبن موجود لو حصيت ان انا عايزة اخفف ومعايا كمان دقيق زيادة اذا حصيت بس انا حصى انها يعني هي كده مضبوطة يبقى حطينا ايه؟ حطينا ملح وفلفل حطينا كمون طوم مفروم بقدونس مفروم بيد وشوية لبن تمام تمام تعالوا بقى نشوف كده نعمل تست الفرن لا الفرن 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 شغل تمام ما تشغليش بديك بيه لسه قدام شوية وحاطف نشوف بس كده نشوف القوام ايه؟ يا مدام نادية ازيك يا ميلا؟ لا اهلا وسهلا واش ثاني والله يعمل ايه؟ يا مدام نادية الله يكرمك الحمد لله ربنا يخلي حضرتك اكيد انسانة جيد وجميلة وافلاق يعني مرضى الطرفة بتقول هي ايه؟ والله فعلا وبتكسفني بسم الله ماشاء الله يعني تحياتي لها كثير والله ربنا يخليك يا مدام نادية وكل سنة وانت طيبة وحطاني بقى لي مرضى ما تكلمتكيش معانيك كنت تتعبنا شوية الف سلام عليك يا مدام نادية يا رب تقولي احسن دلوقتي الله يخليك الحمد لله انا عزيك بس تعملي اكل المرضى بسكة عناية 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 حاضر الله يخليك يا اميرة وكل سنة وانت طيبة وعائلة كلها في خير يا رب انا وانتو يا رب كتر الف خير كما ده النادية متشكرة جدا جدا للاتصال والاهتمام كتر خيركم ماهما حبيبتي زمان هتتفرج والله اهو طيب انتو شايفين القوام عامل ازاي؟ اهو يعني يا دوبك مغطي البطاطس كده اهو عايزينه ادخن كمان يبقى يعني طبقة ادخن مفيش مشكلة على فكرة مش هتبقى وعشة اهو الايد الثانية كده بس ايه نساعد نفسنا ايوا شايفين الشاكل عامل ازاي خطيرة بتبقى حلوة جدا 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 مغزية قوي للولاد لان فيها بيض فيها لبن اه اه يعني زريفة جدا عشوة خفيفة ممكن نحطها في اللانش بوكس مش هتقول لا خالص ضريفة قوي خلوا بالكو بس من تسوية البطاطس لو اتهرت منوكو في السلق هيبقى صعب ان انتو تتحكموا فيها بعد كده ولو رفعت قوي برضو حيبقى صعب يعني ايه خلوها متوسطة وخلوها نص تسوية بس اللي خلص انا بالايد النزيفة هارفعه على طول لان طبعا اه يعني ايد هتبقى بتنزل والايد الثانية بترفع عشان مش كله هاخد نفس التسوية اه بنفس الطريقة دي بقى لو عندنا اه الارنبيت اللي تلع مني لسه موجود ام ام هوليكة اذا موجود بنفس الطريقة دي الارنبيت المسلوب البتنجان الاسود اللي متقطع شرايح يبقى ظريف جدا برضو بنفس الطريقة بنفس المكونات بتاعت العجينة اللي احنا عملناها دي يبقى طعمهم حلوة جدا معلش مين يا نعيمة ايوا اهلا وسهلا اهلا بيك يا حبيبتي ازاي حضرتك اميرة ايوا يا انت اميرة واميرة واميرة ربنا يخلي حضرتك يا ربك اترخيرك ده من ذوقك لا يكرمك يا بنتي ده انت تعتبر من احفادي ربنا يديك الصحة يا رب وطلط العمر ويخليهم لك يا حبيبتي اتنى ما تتحرمش منك يا اميرة ومصر كلها ما تتحرمش منك ربنا يخليك يا ربك اترأل في خيرك يا مدى من عمينا لا والله الله يرضى عنك يا بنتي اللهم امين رضي عنك ورديك وكحيا مصر اللهم اميني اللهم اميني يا رب طب يا نور عيو شكر يا لحضراتك جدا نورتيني قطر الف خيري لقوه لحسن الحظ نعمل صلعة كده اشكركم يا شباب والله على طول انا مرمطاك وكده معلش معلش هعمل واحدة بقى ارنبيت عشان قردي موجود وقردي مسلوق فهيبقى ظريف جدا ارنبيتات صغيرة كده زي ما انتم شايفين زهرات صغيرة مسلوقة بتنجان اسود رومي متقطع حلقات من غير طبعا ما يتسلق ولا اي حاجة برضو بيبقى حلو جدا في الخليط ده بصوا بالايد النزيفة اهي كده انا معنديش حاجة هنا بتستوي يعني البيضة اللي في العجينة طبعا اول ما تشم النار بتستوي البطاطس قردي مستوية فانا يا دوبك عايز ااخد اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده اللي عايز العجينة دي تبقى نفشة اكتر من كده ولو ان هي ما شاء الله نفشة مزبوط ممكن يحط راشة بيكينج فاودر خفيفة جدا راشة يعني راشة بسيطة تبقى ظريفة قوي برضو طيب نفس فكرة التنفورة بالزبط بس بالتطش المصري قبل ما نطلع فاصل بعد اذنك بعد اذنك حلواني هنزل بس واحدتين كده عشان انا هكمل ايه بقى في الفاصل اهو القرنبيط في نفس العجينة وعلى الزيت على طول اهو ياخد بقى ثواه وبرضو مش هياخد ثواه قوي لانه مسلوب هنتلع فاصل ونرجع استنونا اهلا بيكو بعض الفاصل لحينا شوية القرنبيط عملناهم بنفس العجينة بتاعت التربية اللي احنا عملنا بيها البطاطس اللي هي عبارة عن بيت نقطة لبن او ميا ملح وفلفل وكمون ثم فروم بقدونس اذا عايزين تحطوا رشة بيكينج فاودر عشان تطلع نفشة اكتر من كده ولو انه زي ما انتم شايفين نفشة جدا عملنا بيها البطاطس بعد ما سلقناها وعملنا بيها القرنبيط بعد ما سلقناها وينفع كمان نعمل بيها البتنجان هسيبه بقى يتصفى شوية من الزيت بتاعه قبل ما نقدمه ونبتدي في طبق الحلو انتم طبعا عارفين ومتعاودين ان اطباق الحلو دايما عندنا اطباق سهلة جدا وسريعة للناس يعني ما لهاش في الحلوة قوي يعني ما تعرفش تعمل الحلويات الصعبة او المعقدة يا هيبة ازايك يا هيبة ازايك يا هيبة ازايك يا هيبة عاملة ايه كنتي طيبة وانتي طيبة حبيبتي ربنا يخليك الحمد لله او مر يا هيبة انا كنت بس بطلع بس كبكيك كبكيك عناية يا هيبة حاضر عناية المقادير بقى عندي باسكوت سافويار ده بيتباع دلوقتي في كل الافران هو اسمه لديز فينجرز وبيتباع مستورة في السوفر ماركت بلاش منه خالص في منه في كل الافران بتاعتنا الفرنجي عندها دلوقتي اسمه باسكوت سافويار مفيش هاتو اي باسكوت مفيش عندكو بواقي كيك فانيليا كيكة اسفنجية او كيكة انجليش كيك الكيكة بتاعت الشاي العادية استخدموها بتطلع حلوة جدا برضو بعد كده اه ايوة تروح الفرن تقوله عايز باسكوت سافويار لا خالص والله هو اسمه كده هو اسمه كده هو اسمه كده ما تعودوش بقى وبعدين طيب بعد كده عندي قهوة سريعة الزوبان مش القهوة التركي اللي بتتعامل في الكنكا القهوة اللي بتتعامل في المج السريعة اللي بتتعامل بالمية السخنة كاكاو لا قصدي قصدي مش بنا على الكنكا ونار قصدي اللي بينزل عليها المية السخنة وتتقلب على طول انتو جايين لنا بقى النهار ده صح طيب اه خمس معالق كاكاو خام مش مسكر اه سكر ابيض عادي اه اذا عندكوا اه اه سكر بودرة ماشي سكر سنترفيش مفيش مشكلة اه علبة لبن مكسف محلة اه عصير برتقان بشر برتقان جبنة كريمي اي نوع من غير ملح ومن غير مية بتاعتها بنيليا سيلة او بودرة تعالوا بقى نتكلم شوي كده عن البدايل انا هنا عندي ممكن استخدم اه ماسكاربوني ممكن استخدم اه كريم تشيز ومش ممكن ابدا استخدم جبنة كوباية عايزة جبنة كريمي جبنة اه دبل كريم مافيش مية مافيش ملح ماستخدمش الجبنة كوبايات لأه اه لو عايزين تستخدموا الجبنة النسو ماشي الحال بس يكون نوع الكريمة فيه او القشطة فيه اعلى ومافيهوش ملح لان فيه انواع بتبقى ملحة شوي زيادة بالنسبة لعصير البرتقان وبشر البرتقان ممكن استغنى عنهم وحط لبن اللي هي الوصفة الاساسية خالص البيزك بتاع التيراميسو اللبن المكسف المحلة لو مش موجود اوكي لا حالا كوباية سكر كوباية لبن بودرة معلقتين زبدة نصف كوباية مية سخنة تاني في الخلاط كوباية سكر كوباية لبن بودرة نصف كوباية مية سخنة معلقتين زبدة بقى عندنا لبن مكسف محلة مش عايزة اعمل كل الشغلانة دي استخدموا عصر ابيض اوكي سهلة كده سهلة ودول شوية كريم شانتي انا مش عارفة انا قلتهم ولا لا هو انا قلت الكريم شانتي اه ما مش عارفة ما قلتوش اه كريمة مخفوعة او كريم شانتي بيتعامل ازاي بنجيب بودرة الكريم شانتي نضربها مع لبن مية كريمة اي حاجة منهم او عصير فاكهة اه في الحالة دي ممكن يكون عصير بورتقان بس يكون متالك وبضرب لحد ما تبقى عندي كريم شانتي بيتباع عند العطار مستزامات الحلواني او في السوبر ماركت اكياس اللي موجود عمدوكم عملوه نبدأ بقى في الخطوات اول خطو بسم الله عصير بورتقان قهوة سريعة الزوابان شوية سكر وقلب ده كله مع بعض وهو سائع كده بدرجة حرارة الغرفة سكر او عسل او لبن مكسف محلة ايه اللي موجود؟ قهوة سريعة الزوابان عصير بورتقان او لبن لو انا مش عايزة اعمل التيراميسو بتعمل بورتقان هستخدم لبن هنا هحط الجبن الكريمي تكون في درجة حرارة الغرفة عشان اعرف اقلبها هحط معها بشر البرتقان شوية بانيليا بودرة او سيلة اللي موجود نقطة قهوة نقطة بسيطة قوي شوية لبن مكسف محلة وامزل كل ده مع بعضه بسم الله لما يختلط مع بعضه كويس قوي انازله الكريم شانتيو نضوك اهو طيب ده بقى بيتعمل يا اما في طبق كبير وحاغرف منه يعني اطباق لكل واحد او بعمله في كاسات صغيرة لكل واحد كاس اللي انتوا عايزينه او سلطانية او اي انتوا اللي اتنين حيمشوا يعني مفيش مشكلة انا بس املزقة في صراحة مش عارة باشتغل كده وهنا شك ايدي وبعدين نعمل ايه بقى اللي حنقدم فيه اي ان كان هو ايه موسيقى اشكركم اللبن المكسف المحلى معاكم على الشاشة اللي حابب يصوره وزي ما قلت لكم كباية سكر ابيض كباية لبن بودرة نص كباية مية مغلية او سخنة وربع كباية زبدة اللي هما معلقتين كباري يعني هيبقى تمام جدا وهيعجبكوا قوي اللي مش لقيه في السوق يقدر يعمله في البيت اوكي نقول بسم الله وناخد شوية هنا من الخليط اللي احنا عملناه جبنا كريمي لبن مكسف محلى قهوة سريعة الزوبان بشر برتقان وكريم شانتي شاهناز معنا على التليفون اهلا وسهلا مساء النور مساء كل اسلام ايديكي على كل حاجة جميلة انت بكمليها اسلامي حبيبتي ربنا يخليك ممكن يعني على النظافة والسياكة اللي انت بتستنلي بيها بجد والله خيرك يا حبيبتي ده من ذوقك اسلامي ربنا خريكي لا دي حقيقة بصي انا لا سؤال بس هو احنا ممكن نحط بدل الجبنة الكريمي لبنة تراميسيو هو هو انت ممكن تدخلي معها بس اااااااا على الدي شانتي يعني هتبقى سايلة سوية اااا عليه ف هتبقى سايلة ومش هتبقى دسمة كفاية اااااااااااااااااا ما مان صحش لكن لو انت عايزة تدخلي مع الجبنة لبنة او ساور كريم او زبادي اه ماشي يعني تقللي كمية الجبنة اوكي لكن تشيليها خالص يعني مش هي مش مش لأ ما تنفعش لا تنفع يعني انا ساعات في البيت بعملها من غير ولا لبنة ولا جبنة ولا زبادي ولا اي حاجة خالص بعملها كريم شنطي بس وبحط عليها لبن مكسف محلة وبحط عليها قشطة لما ساعات يبقى ما عنديش جبنة بس ما بتطلعش بدا ثامت الجبنة لكن ينفع قايم وبشكرك طبعا على التليفون وعلى زوجك يبقى حطينا من الكريمة الاول وبعدين بسكوت بعد ما نزلناه في الخليط بتاع عصير البرتقان وبعدين ادي كده ايه تاني كريمة بعدين بقى نقوم اديانه رشد بشرة بورتقان وقلنا يعني طعم بشرة البرتقان ده اختياري مش اجبالي ما عنديش واحدة صغيرة بس هادمشي دي بطا هاديهم نقطة كاكاو خام اهو ونقطة قهوة وهنطلع الفاصل ونرجع ان نكمل مع بعض بقية الطبقات استنونا اهلا بيكو بعد الفاصل مستنياكم اعملتش حاجة خالصة حطيت الطبقة الاخيرة بتاعت البسكوت اللي احنا حطناها فيه عصير البرتقان سكر وشوية من القهوة وطلعتهم حطيتهم هنا كده هنزل عليهم بقى اخر طبقة من الجبنة والكريمة اهو وزي ما قولنا اللي ما عندوش جبنة وهيحط كريمة بس هيحط كريمة ولبنة هيحط كريمة و و كريمة حمضة ما عنديش مشكلة يعني مش انه مش هتنفع بس مش هتدي القوام ولا الدسامة بتاعت التراميسول معروفة لكن هتنفع اه هتنفع يعني مش هتقول لا اكيد اللي موجود في البيت نعمل دي اهو وبعدين نحط شوية كاكاو خام مش كاكاو مسكر وانا عشان بحب القهوة زيادة بحط رشة من القهوة عادة هي بتنزل بالرشة بتاعت الكاكاو دي بس بصراحة بس انا بحب طعم القهوة يكون حد فيها فبزود كده رشة ايه رشة القهوة نوع القهوة اللي انتو بتحبوه فيه قهوة سريعة الزوبان وفيه اسبرسو وفيه يعني فيه حاجة كتير تنفع وكل واحد بيحب طعم حاجة معينة فبرحتكم بشر برتقان وعصير البرتقان تقدروا تستغنوا عنه عشان الناس بس ايه بس يعني هو حلو يعني هو الكمبينيشن ده مع بعضه حلو جدا لكن يعني اللي عايز يعمله بالطريقة التقليدية مفروم زبدة ملح وفلفل وكمون نزلت عليهم بصل وطوم مفرومين شوحتهم نزلت عليهم اللحمة لحد ما تعصجت بعد كده نزلت بصلصة الطماطم عصير الطماطم طماطم مبشورة وسكر وقلبتهم مع بعض كويس جدا بعد كده نزلت عليهم الارنبيت بعد ما سلقته في كمون ومية وملح ونزلته عليهم بعد ما صفيته طبعا وقلبت كويس جدا وحطيت بقدونس مفروم بعد كده نقلتهم الطاجن ودخلتهم الفرن بعد كده قدمناه زي ما انتم شفتوه كده البطاطس والارنبيت المقليين احنا بعد ما سلقناهم بمية وملح وصفناهم عملنا خليط من البيت الدقيق الملح والفلفل والكمون اللبن والطم المفروم والبقدونس المفروم وحطينا بيض وقلبنا كويس جدا عملنا عجينة متوسطة القوام نزلنا فيها الارنبيت والبطاطس وقلناهم في زيت غزير بعد كده عملنا مع بعض التيراميسو جبنا عصير البرتقان أو اللبن حطيناه حطينا مع السكر القهوة سريعة الزوابان قلبنا كويس جدا نزلنا فيهم بسكوت السابويار أو بسكوت الشاي أو حطينا الكيك وسقيناه بالعصير ده لو احنا هنستخدم كيك بعد كده عملنا الكريمة بتاعته كانت عبارة عن كريم شانتي لبن مكسف محلة بشر برتقان شوية من القهوة سريعة الزوابان واجبنا كريمي من غير ملح قلبنا كويس جدا وعملنا بقى طبقات زي ما انتو شايفين كده وبعدين زيناها بالكاكاو الخام والقهوة وبشر البرتقان اتمنى كل الوصفات تكون عجبتكو احنا معاكو دايما من الحد للخميس من أربع الخمسة على الهوى عندنا اعادة الساعة واحدة الفجر عندنا اعادة تانية الساعة سبعة الصبح بشكر كل الناس اللي حاولت تكلمني والناس اللي وصلتلي فعلا يعني ده كرم منوكو كبير جدا وانا بشكرك جدا جدا يا مدام يسر والله على زوءك وعلى تعبك بشكركو جدا جدا احنا موجودين هنا عشانكو فتقدركو ده بيفرق معنا كتير جدا وبينسينا اي تعب او اي حاجات الواحد بيتعرض لها بشكركو جدا جدا واشوفكو بكرة شاء الله اشتركو جدا 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 اشتركو جدا